السلام عليكم. سوف نتحدث عن البرنت سبولر اليوم إن شاء الله. البرنت سبولر عبارة عن سيرفيس تعمل بشكل تلقائي مع بدء تشغيل الوندوز. مثل الكثير من السيرفيس اللي بتعمل بشكل تلقائي لأن الوندوز تحتوي على العديد من السيرفيسيز. السيرفيس هذا موجود في الوندوز. موجودة في الوندوز. مش موجودة في الطابعة. في الوندوز موجودة. احيانا بتبادر لذهن بعض الناس إنه موجودة في الطابعة هاي السيرفيس. لا هي موجودة في الوندوز. في نظام بتشغيل الوندوز. اوكي الوظيفة تاعتها. احنا لما نعطي امر من برنامج الورد او اي برنامج امر طباعة. البرنت سبولر هي لي بتدير عملية انسياب البيانات بين نظام التشغيل والطابعة. هي اللي بتدير عملية انسياب البيانات بين نظام التشغيل والطابعة. بعتمد على حجم الذاكرة الموجودة في الطابعة. معظم الطابعات طبعا فيها ذاكرة. وفي بعض الطابعات ممكن نزيد فيها الذاكرة. زي هاي المثال مثلا. هاي طابعة براثر. على الجنب. منلاحظ انه ممكن نزيد حجم الذاكرة. طبعا فيها ذاكرة موجودة في البورد. ممكن نزيد الذاكرة. اذا بدنا اياش نخلي الطابعة تستقبل اوامر كثيرة. اذا وضعناها على الشبكة مثلا. ممكن تستقبل كثير من الاوامر. هاي كمثال. فكل طابعة فيها ذاكرة موجودة في اما بلت ان او ممكن نزيدها. زي ما شوفنا. هو اللي اياش ممكن زي ما قلنا بديل انسياب البيانات بين النظام التشغيل الويندوز والطابعة. ممكن نوديهم مثلا كل عشرة صفحات مرة واحدة. ممكن نودي الملف كامل مرة واحدة حسب حجم الذاكرة الموجودة في الطابعة. احيانا بتوقف على العمل بسبب مثلا بالخطأ اذا احنا كنا داخلين على السيرفيسيز مثلا. وكنا مثلا منا نوقف بعض السيرفيسيز اللي مثلا بتأدي لبطء في الجهاز زي ما شفنا قبل ذلك. السوبر فتش مثلا. اا والويندوز سيرتش. اوكي. اذا نتذكرهم. موجودين في حلقة ممكن نرجع لها. كانوا بقدوا الى بطل نك في الهارد ديسك. فوقفناهم. اا ممكن احنا بالخطأ احنا موجودين في في السيرفيسيز بالغلط نقوم بيقاف لبرنتسبولر مثلا. او مثلا احيان عن قصد واحد ما بدو مثلا يعني كترك انه ما بدو حد يطبع الطابعة. ما في حبر كثير ما في ورط ما في زين. فممكن ايش يعمل يقاف للبرنتسبولر. وبالتالي الطابعة مش رح تقدر نطبع عليها. احيانا الفيروسات بتوقف لبرنتسبولر. الفيروسات هاي احد للأسباب الاخرى. الفيروسات كثير بتوقف لبرنتسبولر. احيانا وجود الجهازك على الدومين. اذا انت بشبكة وزارة مثلا او مؤسسة كبيرة فيها دومين. الدومين هو بتحكم في الجهاز تاعك. ممكن ايش يقوموا بيقاف لبرنتسبولر. او يكون في خلل في الشبكة مثلا يعدي لتوقف لبرنتسبولر. توقف لبرنتسبولر شو بنتج عنه? بنتج هاي اللي بصير دائما. من حاول انضيف طابعة من جيب الدرايفر من السي دي من النت من كذا. ما بتنظيف الطابعة. السبب انه ليش لبرنتسبولر متوقف. اوكي. طبعا طابعات كمان رايح كلها تصير غوستد. بنندي يعني لونها مطفي. هاي زي هاي اللون مثلا يعني مو فعالة. كلها رايح تصير غوستد لما اياش كاملة. حتى لو عندك طابعة مثلا الان عندنا طابعة. عاسبي المثال مش غوستد هات الطابعة. ليه الاتش بي وان ثوزند. موصل هنا مع الجهاز هذي الطابعة الاتش بي وان ثوزند. عشان هيك هي صاير اونلاين. اوكي. اه رايحين نشوفونه لما توقف لبرنتسبولر. راح تصير هاي الطابعة غوستد. تتبنت. طبعا مش راحين نقدر نضيف طابعة. مش راحين نقدر نحذف الطابعة. مش راحين نقدر نعمل برنت. يعني مثلا بدي اطبع الطابعة من برنامج الورد. مثلا من كذا. مش راح اقدر اياش اطبع على الطابعة. فهذه اياش نتيجة توقف لبرنتسبولر كله. كيف نعيد تشغيله لو توقف الطريقة الصحيحة او السهلة. كل ما في الامر نروح لاياش لوحة التحكم. لو كانت لوحة التحكم بهالشكل هذي ممكن نروح للكاتجريز مرة ثاني زي قلنا قبل هيك. مروح سمول ايكونز. مروح لا الادمس ريتف تولز. مروح لا ايش اسمه سيرفيسز. هاي الطريقة. سهلة. كنترل بانل ادنس ريتف تولز سيرفيسز. مروح لا. بدكركوا طبعا بالحاجة اللي كنا انا قبل هيكة اللي هي اياش السوبر فيتش. السوبر فيتش هذي السوبر فيتش. هيا كانت تعملنا بطلنك في الهارد ديسك. تمنا المشكلة بالهارد ديسك. وعندنا الويندوز سيرتش. كانت. وهذه الثانية. حنا عندنا البرنتس بولر. طبعا سيرفيززز كثيرة بتلاحظوا. هاي مكتوب اسم كل سيرفيس في الاعلى. اسمها. الدسكريبشن تاحها الوصف. شو بتعمل. ومكتوب على اليسار كمان. كل سيرفيس. ولا ستيتس هل هي رانينج ولا لا. وشلون نستارت اب طيب. شلون صار عملية تشغيل. هل هي بشكل اوتوماتيك ولا معني اول. اوكي. نرجع للسيرفيس تاعتنا احنا البرنتس بولر مرتبين هجائيا. اوكي. هذي البرنتس بولر. وهذي ايش الديسكريبشن تاحها للي بيحب بيقرؤوه. زي ما قلنا. اوكي. منشغل هذي السيرفيس دابل خليك. او نفتحها مو منشغل هي اريدي شغالة. الستارت اب طيب ما لاحظتها حنا اوتوماتيك. الرنينج. اوكي. صاري رنينج. السيرفيس استيتس رنينج. الان منعملها عملية ستوب. منخليها على وضحها الاتوماتيك. السارت اب طيب ما منغير فيه. بس منعملها ايش ايقاف الان حتى نجرب فقط. اوكي. فمنقوله ستوب. راح يهدي السيرفيس تتوقف. الان الستاتس داح حتى ستوب. متوقفة. لو رحنا الان للطابعات نرجع. الطابعات موجودة في الشريط في الاسفل. هذي الطابعات. اوكي. لو ضغطنا الزر الايمن على الطابعة. نلاحظ الخيارات تاعتها اختفت. ما فيه عملية طباعة. ما فيه. اه. ما ممكن نطبع لها. يعني هاي الطابعة لو بده اطبع لها موش ممكن. لو بروع على برنامج الورد. اوكي. بقول له الحين مثلا برنامج الورد برنت اطبع لها صفحي. بقول له على طول رسالة. واندوز كانت برنت. اوكي. لو قلت له معاينه وشوف لي شو الطابعات الموجودة. عندي بقول لي نو برنتر انستولت. ما فيه ولا طابعة. اوكي. بنرجع على الاياش. السيرفيس. مرة ثانية. تحت. بالاسفل. بنرجع السيرفيسيز. اوكي. بنرجع لبرنت سبولر. بنعملها ستارت. لو كانت متوقفة فقط كل ما علينا نعملها ستارت. منها نعملها ستارت. صارت السيرفيس تحت اياش الحان. نرجع الطابعات. كمثال عملي. اذا دغطت زر الايمن. لاحظ القائمة تغيرت. فيه الحين برنت. برنتر. بروبرتيز. برنتر. بريفرانس. نروحنا على برنامج الورد. مثلا بدي اطبع لي ورقة. اعمل معاين مثلا. كل قائمة الطابعات ظهرت عندي. القائمة كبيرة. كل قائمة طابعة. اتش بي. وان تاوزند مثلا. اين انت يا اتش بي وان تاوزند. هاي هي. اي اتش بي وان تاوزند. لو بدي اقوله برنت الان. رايح تطبع لهذه الورقة. اوكي. على طور رايح تاخذ الامر. وتطبع الورقة. طبعا نقطة مهمة جدا زي ما قلنا. انه لو بدي اضيف طابعة. ما بقدر اضيف طابعة. اذا البرنت سبولر متوقف. اذا البرنت سبولر متوقف. هاي تقريبا كل ما في الامر. يعني اذا بدي اذكركم مرة ثانية. فقط انه تشغيل البرنت سبولر. دبل فليك. هو مروه على ادمنسراتيب تولز. مروه على السيرفيسيز. مروه على البرنت سبولر. مرتبين هجائيا. هاي البرنت سبولر. دبل فليك. نفتح البرنامج. نقول نخليها start. up type. automatic. اذا كانت نتوقفة نعملها start فقط. كل ما علينا ان نعملها start الان هي اوري بي شغالة. فهاي كل ما في الامر. السلام عليكم ورحمة الله.